انا مظن باللي رام جاعدين يكسروا في الامور كما هادي يكسروا في الملاعب بارتو على جلبه شخدوة مملكة الزريبة اني بتاكدب لي ما يقدروش ينضموك وبدافريك دوميل فانسانك وبالك يروح يروحو يرجوها للجزائر بالرغم ان اعطوها له في ديسمبر دوميل فانسانك اول حاجة يا جماعة مادام سوفيا محلوبة سوفيا باللبن سوفيا منتجة الحليب في كوكب لالا لما تيجي تنطقي اسم المغرب تاني بقول لما تيجي تنطقي اسم المغرب تنطقي المملكة المغربية انما اللفظ اللي انت بتقولي ده لا ينطبق على اي حاجة غير على كوكب لالا رغم انه كوكب لالا احنا عارفين انه هو مش مملكة فلما تيجي تنطقي انت كجزائرية لما تيجي تنطقي اسم المغرب تقولي المغرب او المملكة المغربية اي لفظ تاني هطلعك على طول سوفيا محلبة المهم يعني ده اول حاجة تاني حاجة يلا يا مغربة احنا نوقف بقى شوغل خلاص لانه اه كاس الامم الافريقية الكان الفين خمسة وعشرين مش هينظم في المملكة المغربية خلاص المادام صوفيا محلوبة قررت اتصلت ببكاري جسامة قلت له ما تجي الروح السينما مع بعض قال لا انا مش فضيلك راح قلت له طب خلاص انا انا دلوقتي هطلع الجنونة بتاعتي على المغربة بقى هكلمه مقلوم الكان الفين خمسة وعشرين ستنظم عندكو وهي طلع بتقول كده في الفيديوهب بتاعتها انه اللي كان الفين خمسة وعشرين هيتنقل هينقلوه من المملكة المغربية الى كوكب لالا طب خلاص يا جماعة كلنا بقى دلوقتي نشيل اللوجو اللوجو بتاع المراكو الفين خمسة وعشرين ونكتب لالا ونحط بقى كوكب لالا مكانه والمشكلة اللي بيه خلينا الجنن يا جماعة انه في ناس في التعليقات بتصدق الكلام ده يعني دخلين بيردوا عليها بقى الناس بين كوكب لالا دخلين بيردوا عليها ايوه صح احنا لازم نخدم على نفسنا ولازم نعمل مش عارف ايه وهما اصلا المغربة ما عندهمش ملاعب طب انت ليه من سنتين كنت بتروح تلعب الماطشاب بتاعتك عند المغربة ليه في اندية جزائرية لوفاكرين كان بتروح تلعب الماطشاب بتاعتها في المغرب والمغرب كان بيفتح بابوا للاندية الجزائرية عشان تلعب البطلات عنده ليه بقى لما المغرب ما عندوش ملاعب وانتوا اللي عندكم الملاعب ومفيش زيكم. فيش حد زيكم خالص في العالم. انتم احسن الناس في الدنيا. واحنا كلنا ما بنفهمش. طب ليه? كنتوا تلعبوا عند المغرب ليه? انا معرفش. فالستة دي يا جماعة. مدام صوفيا محلوبة. كل ما تتخانق مع بكاري جسامة. ويحصل بينهم خلافات ويتخانقوا. تروح متضايقة بقى عشان هي متخانقة مع جوزة او صاحبها. تروح مطلعة لنا احنا. وتبتدي تنشر في الاشعاعات بقى كل يوم الصبح. فلنا الله في كوكب لالا. وخلاص يا جماعة احنا نبتدي نرتب ان ما فيش كان في الفين خانس وعشين في المغرب. الكان هي نظم في كوكب لالا. نتجه كلنا الى كوكب لالا. حاجة ما يعلم بها الله ربنا وعقليات انا مش فهمها ولا هفهمها. لنا الله في كوكب لالا. ويادتها ووطنيها ورياضتها واجتماعيتها. من كل شيء من حبيت الجزائر فوق الجميع. يحسب له الف حساب. نورمام الفريق الوطني مانتكنا من لعبش تصفيات كاس العلا يعنينا جاعة ses العالم وما يلعبه Alrighty. حنا المنتخب الجزائري بتاعنا مايلعبش تصفيات كاس العالم. مانالعب تصفيات كاس عالم ليه. نتأهل على طول. تصريحات كوكب لالا الاعلامية ما فيش زهافة العالم يا شماعة الراجب ترا يقولك احنا الزياداتي ها والشرباطي ها والدجاجي ها ولحمتي ها كل حاجة احنا احسن ناس. احنا من العبش تصفيات كاس العالم. احنا نروح كاس العالم على طول المنتخب الوحيد يا جماعة الفترة الجاية اللي مش هيلعب تصفيات في اي حاجة هو منتخب الجزائر هيلعب على طول بعد كده يا جماعة نعمل له الف حساب خلاص يا جماعة وقفوا البرتغال تلعب تصفيات البرازيل تلعب تصفيات فرنسا تلعب تصفيات مصر والمغرب تلعب تصفيات انما الجزائر نو تلعبش تصفيات يا جماعة خلاص قرار نهائي الجزائر بعد كده تتأهل إلى كاس العالم وتتأهل إلى كاس الأمم الأفريقية بدون تصفيات الأستاذ زنفول قرر هذا القرار لنا الله في كوكب لالا لو مستني تعليقاتكم أحسن إيه الجنونة زادت أوه في كوكب لالا غياب الجزائر عن القارة الأفريقية الأستاذ علي أروينا ربما استثمر فيه البعض خاصة المخزن وتوغل في أفريقيا ونفى خاف في أن الجزائر تبقى بعيدة كل البعض ليه مغربة كده مغربة الله ليه مش مركزين في نفسك وفي نجحتك وبتبعدوا الجزائر عن أفريقيا يعني هل المغرب استثمر فيه غياب الجزائر عن أفريقيا هو مين اللي خل الجزائر تغيب عن أفريقيا مش فاهم وبعدين هو أنتو القوى الضريبة ولا أنتو غيبين عن أفريقيا عشان أبقى فاهم برضو السكة ماشية نمشي ورادك برضو يعني إحنا بنتعامل مع كوكب لالا أنا عارف والموضوع ده صعب عليكم بس أقولولي يا جماعة في كوكب لالا حد يفاهمني أنتو القوى الضريبة ولا أنتو بعيد عن أفريقيا ولا أنتو أسياد أفريقيا عشان أبقى فاهم فبعيدا عن ده المغرب هيستثمر فيه غياب الجزائر عن أفريقيا ليه بقى يعني هو ليه ليه مش هيستثمر فيه غياب مصر مثلا يعني ليه المغرب مش هيحاول يبعد مصر عن أفريقيا ليه هيبعد الجزائر إيه اللي متفوقة فيه الجزائر عن مصر مثلا عشان المغرب يبعد الجزائر إيه وإيه لم تفوق في الجزائر عن المغرب عشان المغرب يبعد الجزائر أنا معرفش ولكن لازم تمشي ورا كوكب لالا وتشوفه وعايز يوصلك فين فضل كمل لها ساعة الباشا إفريقيا تحتاج إلى قائد حقيقي مثل الجزائر لأني أذكر كلام قاله الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق أنه لما يذهب إلى إفريقيا يسألون أين هي الجزائر يقول يعني وكأنهم اشتاقوا لرؤية الجزائر في المنابر الإفريقية أنا أشتاقوا لرؤية الجزائر في المنابر أنا وحشتني الجزائر أول في المنابر يعني رئيس الجزائر مثلا لما بيدخل دول إفريقيا بيقول له إحنا مفتقدين رؤية الجزائر فيه يا باشا إيه اللي أفلام اللي انتو عملينه ده يا جماعة هو كوكب لالا ده مش هيخلصنا من الكوميديا اليومية اللي احنا منشوفها دي وبعدين أنا همشي معك للآخر انت ممكن تطلع في برنامج ومن حقك الكامل تطلع في برنامج عندك في قناة جزائرية وتقول الكلام اللي انت خاص بك انت وخاص بالجزائر احنا مش هنتكلم عليك ولكن ليه المغرب يا حبيبي يعني انت ممكن تطلع تقول الجزائر العالم كله مفتقد رؤية الجزائر والجزائر هي قائد الحقيقي الأفريقيا بقى هنعدي دي برضو عادي يعني يعني هنعمل نفسنا مش شايفين مصر والمغرب مش مهم وتقول الكلام ده عادي واحنا نعمل نفسنا فهمين ومسدقين وعادي جدا نمشي وراك للآخر ما هي قناة جزائرية وانت من حقك تتكلم علي بلادك زي ما انت عايزة ساعدت الباشا لكن ليه صرت المغرب بتتجاب يا ابني وبجد يا جماعة ليه المغرب ليه دايما المغرب المغرب هو اللي بيلعب ضدنا المغرب هو اللي عايزنا نبعد عن أفريقيا المغرب هو اللي خد مننا المغرب هو اللي دخلنا الجو الحر المغرب هو اللي دخلنا المطر المغرب هو اللي عملنا السيول كل حاجة المغرب ليه انتوا قاعدين يا جماعة في برنامج وفي منبر اعلامي جزائري كلامكم لازم في الاخر يلف ويلف ويلف ويدور ويبقى السبب في ابعاد الجزائر عن اي حاجة هو المغرب ليه قول لي ايه اللي انت متفوق فيه عن المغرب عشان المغرب يحطك في بماغه ويبعدك ويبعدك عن الساحة ليه يا ابني ما اعرفش انا ما اعرفش الصراحة عقلية كوكب لالا بتفكر ازاي انبارح شفت اخويا الاعلامي معاذ الدهبي هو اعلامي شقيقي وراجل اخويا يعني وعشرة معايا يعني ومن اجدع الناس اللي قبلتها في المغرب شفتوا كاتب بوست بيتكلم على تعليقات بعض الجزائريين بعد مباراة المغرب والجزائر اللي خلصت واحد واحد التعادل ده فبيرد بيقول يعني فراح داخل واحد قال له كفا كفتنة فكنت عايزة اقول له وانتوا لا يا جماعة ما بتدخلوش تكتبوه الكلام ده في صفحات الجزائر يعني ليه بتكتبوه عندنا احنا ليه دايما كلمة كفا كفتنة واللي انتوا بتعملوه ما بتكتبش غير عندنا احنا ليه ما تطرح تقوله للإعلام الجزائري ما تطرح تقوله لده اللي طلع في البرنامج ده وبيتكلم انه المغرب هو سبب ابعاد الجزائر عن كل حاجة وانه لما طفل صغير يا ابني ولا واحد لسه شاب يشوف الحاجات دي وتيجي قدامه يوم بعد يوم بعد يوم الجيل الجديد اللي بيطلع في الجزائر بيطلع شايف ان المغرب هو العدو انت بقى مش فهم ده دي حاجة ترجعلك وبعدين لما ردت عليه قال لي انا مغربي لا انت مش مغربي ولو كنت مغربي معاك باسبور مغربي فانت مش مغربي واردو انت مغربي واحنا محروقين على البالة دكتور منك انت مغربي وسايب الناس اللي بيغلطوا في المغرب يوميا وفي تاريخ المغرب وتراث المغرب ونساء المغرب وجايت قولينا احنا فتنة ما تروح تقوله هو حبيبي ما تعمل نفس اللي انت عملته ده بس في صفحاتهم هم انا بجد بصغرب من الحكاية دي جدا يا جماعة ان حس ان في ناس عندها حرقة وزعلنين لما كلمة بتتقال وحشة على المغرب ناس كلوا من خير المغرب فالمفروض ان هم جواهم حتا كده بتوجعهم لما حد يغلط في البلد دي انا راجل كلت من خير المغرب يعني ايه كلت من خير المغرب يعني دخلت بيوت المغربة كلت عندهم شربت عندهم شفت هناك احسن استقبال الناس بتكرمني مكان برتاح فيه كأنه بلادي كل ده خير المغرب انا لازم اعترف بي سواء بقى انت مختلف معايا متفق معايا انا لازم اعترف بي فلما اعترف بي اقل واجب لما حد يغلط ارد عليه ده اقل واجب انا ممكن على فكرة اطلع كل يوم اهزر واضحك وعمل كوميديا ويالله بينا ونتحك ونهزر ونتهب فيه وعادي جدا انما لما اتكلم في حاجة بتجيب لي الشتيمة اصلا وانت تيجي كمان تشتمنى وتشتب غيري لا روح اتكلم معهم هم رد عليهم هم ولنا الله في كوكب ولله ومعرفش تعليقكو ايه على ده ولكن حبيت اقول لكم الكلمتين دول لانه بصراحة الموضوع كان لازم اقابينهلكو ان في بعض الناس تدخل تقول لنا كلام غريب جدا